وبدورها أدانت الجمهورية اليمنية بأشد وأقسى العبارات استهداف ميليشيا الحوث الإرهابية بطائرات مسيرة هجومية لمواقع لقوة الواجب البحريني المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الجنود البحرينين وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والموسى للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين